بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه الغور الميامين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين ثم أما بعد فأهلا وسهلا بكم مجددا إخوة الإيمان في هذه اللقاءات الماتعة من هذه السلسلة المباركة سلسلة الثمار اليانعة للأعمال الصالحة ومن نعم الله سبحانه وتعالى علينا أن تتجدد مثل هذه المجالس لأن فيها انشراح الصدور وفيها طمانينة القلوب وفيها لقاء الأحبة وهو من الزاد الذي يحتاجه الإنسان في هذه الدنيا حديثنا معكم في هذه الليلة عن عبادة الدعاء ثمرات هذه الطاعة المباركة التي تكررت في كتاب الله عز وجل أمرا بها ووصفا للأنبياء ووصفا للصالحين من حرصهم على الدعاء فمن أعظم ثمرات الدعاء أنه امتثال الأمر الرباني الله سبحانه وتعالى يأمر عباده يقول ادعوني أستجب لكم وادعوه مخلصين له الدين فالله سبحانه وتعالى يأمر عباده بالدعاء فالإنسان الداعي يمتثل هذا الأمر يقول العلماء إن الله سبحانه وتعالى يحب سماع صوت العبد يحب أن يسمع انكسار العبد تضرع العبد مناجات العبد لربه ينكسر بين يديه فالله سبحانه وتعالى يحب منك سماع الصوت وهذا الانكسار والتذلل وإلا فالله سبحانه وتعالى هو الغني الله سبحانه وتعالى ليس بحاجة إلى عباده ومع ذلك يقول ادعوني أستجب لكم يأمر عباده بالدعاء ومن الثمرات الثمرة الثانية أن الدعاء هو طريق الإجابة كيف يريد الإنسان الإجابة ويريد التوفيق ويريد تحقق الأماني إلا بالدعاء يدعوني أستجب لكم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فالإنسان إذا أراد إجابة الدعوات وحصول ما يريده يلجأ إلى الله عز وجل بالدعاء ولذلك قال ابن القيم من أعظم معاني التوكل اللجوء إلى الله عز وجل بالدعاء يلجأ الإنسان إلى الله عز وجل بالدعاء وأيضا من ثمرات الدعاء أنه كشف للكرب التي يقع فيها الإنسان تأمل في قول الله عز وجل أم من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء الإنسان حينما يقع في كربه في مصيبة من الذي ينجيه غير الله سبحانه وتعالى ولذلك تجد حتى المشركين الذين كفروا بالله إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين يتضرعون إلى الله إذا اشتدت بهم الرياح والطوفان في البحار فالإنسان يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى حتى يكشف الله سبحانه وتعالى ما به من كرب وحديث السلاثة الذين كانوا في الغار فانطبقت عليهم الصخرة فدعوا الله عز وجل بصالح أعمالهم حتى يفرج الله سبحانه وتعالى عنهم هذه الصخرة أيضا من ثمرات الدعاء أنه أمان من الاستكبار الله سبحانه وتعالى لما ذكر آية الدعاء ودعوني أستجب لكم بماذا أعقبه الله إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخري يقول العلماء أعظم الاستكبار أن تستكبر عن دعاء الله عز وجل هو الذي خلقك ورزقك وأوجدك وأعطاك وامتن عليك بالنعم والمن ومع ذلك أنت غافل عن الله عز وجل عن اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى فهذا من أعظم الاستكبار وأيضا من الثمرات أن الدعاء سبب لرفعة القدر عند الله عز وجل تأمل في آخر آية في سورة الفرقان قل ما يعبو بكم ربي لو لا دعاءكم يعني ليس لكم قدر ولا مكان عند الله إلا إذا كنتم من أهل الدعاء فترتفعون عند الله عز وجل الله سبحانه وتعالى يرفع مكانتكم على تفسير بالإيمان وعلى تفسير بالدعاء فالإنسان بهذا الدعاء يكون له قدر ويكون له مكان عند الله عز وجل وأيضا من ثمرات هذه العبادة أنه سير على طريقة الأنبياء أنبياء الله سبحانه وتعالى كانوا يكثرون من الدعاء إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا هذا أنبياء الله عز وجل وهذه الآية فيها فائدة أن الإنسان لا يجرد الدعاء من العمل الصالح كما قال وهب بن منبه الذي يدعو الله من غير عمل كالذي يرمي بلا وتر فلابد النسان يدعو الله عز وجل يقدم بين يدي الدعاء أعمال صالحة قرب وطاعات لله عز وجل ثم يدعو الله سبحانه وتعالى وحتى الصالحون الله سبحانه وتعالى وصفهم في القرآن بذلك والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا والإخوانين الذين سبقون بالإيمان فهذا وصف الأنبياء وصف الأتقياء وصف الصالحين أنهم يكثرون من الدعاء وأيضا من ثمرات الدعاء في كتاب الله عز وجل أنه سبب للثبات الثبات عند لقاء العدو والثبات على الدين وسائر أنواع الثبات في قصة طالوت وقومه مع جالوت لما التقوا بهم ربنا فرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فجاءت النتيجة من الله فهزموهم بإذن الله جاء النصر من الله عز وجل ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كان في الحديث من أكثر ما يدعو الله عز وجل به اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك فمن أسباب الثبات التضرع إلى الله عز وجل بالدعاء وأيضا من الثمار أن الإنسان يفعل عبادة هي من أسس العبادات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة يعني أساس العبادة الدعاء من أساليب الحصر أسس وأصل من أصول العبادات الدعاء ولذلك يقول العلماء شخص سامتيمية من صميم التوحيد اللجوء إلى الله عز وجل بالدعاء والتضرع إلى الله عز وجل بالدعاء ثم أيضا من الثمرات الكرم وفعل عبادة كريمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس شيء أكرم على الله من الدعاء تصور ليس شيء أكرم على الله من الدعاء عبادة شريفة القدر رفيعة المكان عند الله سبحانه وتعالى وأيضا من الثمرات السلامة من العجز الإنسان المؤمن علمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يستعيذ بالله عز وجل من العجز والكسل من صور العجز العجز عن الدعاء قال النبي صلى الله عليه وسلم أعجز الناس من يعجز عن الدعاء عبادة سهلة لكن يعجز عنها كثير من الناس لا يوفق لها قضية الدعاء قضية توفيقية تماما كما يقول فاروق هذه الأم عمر يقول أني لا أحمل هم الإجابة ولكني أحمل هم الدعاء فإذا جاء الدعاء جاءت الإجابة معه وأيضا من الثمرات فعل عبادة يحبها الله كما جاء في حديث عبد الله من سعود مرفوعا اسألوا الله من فضله فإن الله يحب أن يسأل الله سبحانه وتعالى يحب أن يسأل الله سبحانه وتعالى يحب منك الدعاء يحب منك التضرع وأيضا من الثمرات العظيمة السلامة من الغضب يقول النبي صلى الله عليه وسلم من لا يسأل الله عز وجل يغضب عليه بعكس بني آدم بني آدم إذا سألت يغضب الله سبحانه وتعالى إذا تركت سؤال يغضب الله سبحانه وتعالى خزائنه مفتوح إذنه ملأ لا يغيضها نفقه سحاء الليل والنهار كما جاء في الحديث فالإنسان يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى وأيضا من الثمرات أن هذا الدعاء ينفع الإنسان في دفع البلاء النازل وفي دفع البلاء الذي لم ينزل بعد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل فعليكم عباد الله بالدعاء الله ربما يصرف عنك سوء بدعائك ولذلك جاء في الحديث لا يرد القدر إلا الدعاء قد يكون هناك ابتلاء ومصيبة تدفع عنك بالدعاء بالتضرع إلى الله سبحانه وتعالى وأيضا من الثمرات أن نتيجة الدعاء مضمونة عند الله عز وجل يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من امرئين مسلمين يدعو ليس بإثم ولا قطيعة رحم إلا كان له إحدى ثلاث خصال إما أن يجيب دعوته في الدنيا وإما أن يدخرها له إلى يوم القيامة وإما أن يدفع عنه من السوء مثلها فالثمر مضمونة إذا دعوت الله عز وجل إما الله يستجيب لك في الدنيا وإما يدخرها لك يوم القيامة وإما أن يدفع عنك مكروه مقابل هذا الدعاء ومقابل هذا اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى وأيضا من الثمرات لذة المناجاة فالإنسان الداعي لله عز وجل يتلذذ بأفضل أنواع الذكر اكثار الدعاء لله سبحانه وتعالى وأيضا من الثمرات ظهور أسماء الله عز وجل وآثار صفات الله عز وجل يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حي ستير في رواية كريم ستير يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفرا خائبتين فمن آثار الدعاء إذا رفعت يديك إلى الله الله رأى منك الانكسار والذل والأخذ بأسباب الدعاء إن الله سبحانه وتعالى يستجيب لك هذه الدعوات المباركات ولا يرد هاتين اليدين التي ارتفعتا إلى الله سبحانه وتعالى صفرا فالعبادة عبادة الدعاء من العبادات الجليلة من العبادات العظيمة عند الله سبحانه وتعالى لها هذه الثمرات التي بيناها وأنبياء الله عز وجل كانوا يكثرون من الدعاء كما في كتاب الله عز وجل وهو السلاح المظلوم كما يقول العلماء إن الله سبحانه وتعالى يستجيب دعوة المظلوم ويرفعها فوق الغمام ويقول لأنصرنك ولو بعد حين فالإنسان يلجأ إلى الله عز وجل بالدعاء والتضرع أسأل الله عز وجل أن يوفقنا إلى هذه العبادة وأن يرزقنا وياكم العلم النافع والعمل الصالح وصلى الله وسلم على نبينا محمد وجزاكم الله خيرا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر